رغم تساع هوة الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن ملفات عدة تحاول أنقرة مرة جديدة العمل على إذابة الجليد بينهما وتترق أبواب واشنطن هذه المرة من الناحية العسكرية السلطات التركية قدمت طلبا إلى الولايات المتحدة لشراء أربعين طائرة مقاتلة من طراز F-16 والتي تنتجها شركة لوكهيد مارتين فضلا عن معدات لتطوير مقاتلات أخرى تمتلكها أنقرة الصفقة العسكرية المرتقبة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية الأمريكية وأيضا إلى موافقة الكونغرس الذي يملك صلاحية تعطيلها المحاولة التركية تأتي بعد فشل أنقرة في شراء أكثر من مائة طائرة F-35 بعدما تم استبعادها من البرنامج الأمريكي بسبب شرائها أنظمة S-400 الروسية للدفاع الصاروخي وتنتمي مقاتلات F-16 إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية وتصل سرعتها إلى 2400 كيلومتر في الساعة وفق موقع شركة لوكهيد مارتين وتعرف النسخة المتطورة من تلك الطائرة باسم F-16 بلوك 70-72 وأيضا تتميز تلك النسخة بتزويدها بتقنيات تبادل بيانات المعركة مع الطائرات الحلفاء تخطط واشنطن لزيادة فترة بقاء مقاتلات F-16 في الخدمة لنحو أربعة عقود مقبلة عن طريق تطوير أنظمة برمجيات يمكنها التكامل مع تشغيل المقاتلات التي يتم أيضا تطويرها حاليا أما طائرة F-35 فلديها عدة مميزات منها أنها تحوي أجهزة استشعار متطورة تستطيع بها التقدم ومسك زبام المعركة مقارنة بالطائرات المعادية كما تستطيع طائرة F-35 الأمريكية حملة صواريخ واختراق أرض العدو أفضل من أي طائرة أخرى لكن في ظل تلك المعطيات يتوقع مراقبون فشل المسعى التركي لكون العلاقات بين أنقرة وواشنطن متخمة بالمشاكل والتوترات